أعلم بحضراتكم من جديد وسريعا نتناول مع بعض ونستعرض ما كتب على السوشيال ميديا بالنسبة للأهلي والترند الأهلي أول حاجة من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الانستجرام واللي أعلنوا فيها لنصر شهر أكتوبر هو اللاعب المالي خط وسط النادي الأهلي أليو ديانج طبعا اللاعب متميز جدا وكان يدور كبير جدا في وسط الملعب تحديدا خلال المباريات الأخيرة كمان الحساب الرسمي لقناة الأهلي على تويتر النهاردة بتكلموا على زي النهاردة 10 نوفمبر 2013 تتويج الأهلي بدور أبطال إفريقيا للمرة اتمنى في تاريخه وكانت هذه المباراة والتتويج في استاد المولين العرب على حساب أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا وكان آخر تتويج للأهلي بدور أبطال إفريقيا رب إن شاء الله 27 نوفمبر يكون برضو تتويج ولكن بالبطولة التسعة من دور أبطال إفريقيا كمان بنستعرض من خلال الحساب الرسمي لصفحة الرسمية لسوبر كورا على الفيسبوك واللي قالوا فيها أن استاد القاهرة بيؤجل زراعة البزرة الشتوية بسبب نهاية إفريقيا بفرامان من الوزير الجزء ده شرحناه في فقر التريند التريندو وقلنا إن فيه تأجيل للصيانة وخلاص إن شاء الله استاد القاهرة هيكون جاهز للصدافة نهاية دور أبطال إفريقيا بعد التنصيخ مع الجهات المختصة واختار الكاف خلال الساعات القادمة آخر حاجة معي من الحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر واللي كتبوا فيه إن الكابتن محمود الخطيب بيطالب عمر الجليني بمد فترة القيد لستة ديسمبر زي ما شرحنا هذه الجزئية وقلنا إن الاتحاد الدولي لقرة القدم على السيستم التيم إس تم اختاره من قبل الاتحاد المصري إن آخر موعد ستة ديسمبر يقدر الاتحاد المصري يتحرق في هذه الموعد من تسعة تشر نوفمبر لستة ديسمبر ويدم ساحة للأهل والزمالك الأمر هنا مش للأهل فقط نحن بنتكلم لصالح كل الأندية المصرية والنهاردة كان معنا خبر مهم جدا وقلناه إن الاتحاد الإفريقي بنفسه اتخذ خطوات جدة جدا وفتح القيمة لأربعين لاعب ومد فترة القيد لتلاتين نوفمبر خاصة الأندية المعفاة من الدور التمهيد عشان تسمح بقيد أكبر عدد من اللاعبين وتستكمل في شهر يناير القادم إن شاء الله بإذن الله تكون الفترة القادمة ظروف القيد والموعد بإذن الله تكون مناسبة للنادي الأهل والنادي الأهل بالتأكد هتخذ إجراءات مهمة جدا في انتقالات اللاعبين ومواعيد القيد سواء مع الأجانب أو حتى الناشئين والفريل الأول والستراتيجية بالنسبة للمرحلة القادمة في الختام إن شاء الله بإذن الله تكون النادي الأهل موفق في نهاية دورة أبطال إفريقي يوم 27 نوفمبر